اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وطن الخير بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين في كل مكان صباحا خير عليكم وحلقة جديدة من برنامج وطن الخير قبل ما نخوض في سياق حلقتنا النهاردة هننوها عن حاجة بسيطة جدا تم دعوة برنامج وطن الخير من في حفل تكريم سفراء التميز والابداع ان شاء الله اللي هيقام يوم 26 تمانية الجاري والحفل ده تقام تحت رعاية اكاديمية مصر المحروصة للثقافة والفنون والابداع هيكون بالتعاون مع المجلس الاعلى للصحفيين والاعلامين العرب الافرق اسيوي بامر الله طبعا احنا بنشكر القائم على رئيس المؤتمر الدكتور احمد الشواف والاستاذة رانا الزيات لدعوتهم الكريمة لنا طبعا يا جماعة المؤتمرات الزيات او اللقاءات الزيات تبقى تهدف طبعا الى ان احنا نبقى فيه تقارب هيحضر طبعا المؤتمر ده او الحفل ده اللفيف من المثقفين والمبدعين على مستوى الدول العربية اجمع ان شاء الله يكون يعني يوم جميل ونقدر نغطيه برضو عبر قناة صحة وجمال وعبر منبرنا اللي هو وطن الخير حاجة اتكلم فيها انا وطن عبد العزيز برضو اللي هي ان احنا مما تروح مكان زي ده بيبقى فيها وطن عبد العزيز يعني شبه تعارف شبه يعني تبادل خبرات تبادل ثقافات شايف المعضوات ازاي والله اصفاه ده هو الاحتفالات او التكريمات مانع صحي بيبقى لها مضود جيد ومضود كويس جدا في نفس الشباب والمثقفين مانع صحي وفي نفس الوقت بيبقى فيه جماعة تبادل ثقافات يعني مثلا هتلاقي الفن هتلاقي الشعر هتلاقي الزجل هتلاقي مثلا نجوم من الرياضة نجوم في جميع المجالات بتلاقي فيه يعني توليفة او بنلاقي ان طبعا قدامنا على الشاشة الدعاوة الخاصة بالحفل ان شاء الله طبعا احنا بنشكر تاني الدكتور احمد الشواف والاستاذة رانة زياد على المجهود اللي بيبزل بجد عشان توصل الرسالة وتكون على قدر المسئولية بجد بخص لهم كل الشكر عبر من برنا هنا فطبعا ان شاء الله نقدر نغطي الحفل وان شاء الله يكون يوم جميل بأمر الله استاذ فهد نتكلم في الشكح لقيتنا النهاردة العلاقات المصرية السعودية معنا طبعا ضيفا الاستاذ فهد العفي اهلا بك فاني اهلا وسهلا وشرف لي ان انا كم اهلا بك فاني الله يستيدك ان شاء الله شرف لي فهد بن عفي هنتكلم عن علاقات السعودية المصرية وعن وجودك معنا في داخل مصر وهنتكلم عن كل حياتك والكوليس اللي هتقول لنا البرنامج ولكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد طبعا كنا بنتكلم عن العلاقات المصرية السعودية ولما يكون في كلام عن في هذا الشأن لازم يكون معنا حد من المتخصصين او من مكة اذرة بشعبها اهلا بك استاذ فهد اهلا وسهلا بك استاذ فهد الشربيني من الاعلامين القديرين اللي انا بقدرهم واحترمهم استاذ عبدالعزيز برضو نفس الشيء اللي احفظكم شرف لي تواجد في قناة الصحة والجمال شرف لي اني انا متواجد من خلال برنامج وطن الخير ونسأل الله ان يوفقكم ويسعدكم ان شاء الله استاذ فهد الاعلامي والصحفي القدير اللامع السعودي منورنا طبعا في بلدك منورنا وسط اخواتك و اهلك اهلا بيك حبيبي الله اخليك طبعا هذه بلدي التانية وانا بحب مصر وانتوا عارفين طبعا الشيء ده اه مصر مهما تكلمت عنها لان اوفيها حقا مجلدات تكتب عن حبي لمصر مصر اه مهما كان اه اه تعلمت فيها اه اه لها افضال كثير علي اه اه لها خير كثير على دول كثيرة والحمد لله على كل حال نسأل الله ان نشوف مصر من افضل الدول العربية السيد فهد اه حضاك تسمن العلاقات المصرية السعودية في الفترة الاخيرة خاصة انها بتحظى بيعني برعاية خاصة للرئيس عفتاح السيسي وكذلك رعاية خاصة من اه حق خدم الحرمان الشيفين الملك سلمان ولي عهده اه حفظه الله الامير محمد بن سلمان العلاقات طبعا ما يخفى علينا ولا على المشاهدين انه واضح وضوح الشمس الحمد لله بتوفيق من الله اه في حاجة بس اذكرها قبل ما اذكر اي شيء الملك عبدالعزيز موحد المملكة مؤسس المملكة لما انزار مصر عام الف وتسعمائة ستة واربعين قال كلمته الشهيرة والمعروفة لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب فهذه كلمة معروفة مصر وسعودية واحد ولا احد يقدر يفرق بين هاتين الدولتين بصراحة اه الامير محمد بن سلمان الان طبعا ملك سلمان اول حاجة خادم الحرمين طبعا قول علاقة اكوى واكثر لكن اللي انا الان شايفينه ماشاء الله تبارك الله يعني رجل الدولة الان يعتبر الامير محمد بن سلمان هو اللي الان عمل اتفاقيات اقتصاديا عمل مشاريع تنموية من خلال الدولتين وعمل برامج تنموية بين الدولتين ففيه علاقات قوية بين البلدين ونسأل الله انها تستمر وتزيد كمان اكثر واكثر استاذ فادة لو كلمنا عن المصار الاقتصادي او الاصلاح الاقتصادي اللي بتبناه الامير محمد بن سلمان حفظه الله حداك هتلاقي لاي كل اهب مية عن صورة اتصلاح شاملة في المملكة فحداك خطوات الانفتاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في مجالات كتيرة الامير محمد بن سلمان اعلن عنها وبدأت في مشروعات كتيرة تتنفس حداك شايف الرؤى ديته هو في 2018 طبعا لمنزر الامير محمد بن سلمان لمصر والتقى بالزعيم الرئيس عبد فتاح السيسي انا بسميه زعيم على فكرة لانه بصراحة اللي عملوا ما يعملوا اي يعني بصراحة عمل اشياء تنوؤية عمل مشاريع عمل استثمارات قوى البلد فين كانت معلش في فترة مصر فين واصلحت فين فنحنا نشكره نيابة عنكم ونيابة عن كل العربي نعم طبعا اكيد هو المنقط طبعا الامير محمد بن سلمان وقع اتفاقية مع فخامة الرئيس عبد فتاح السيسي وسميه بالمجلس التنسيقي للعلاقات بين مصر والسعودية وكانت الاتفاقية مبنية على 17 اتفاق اقتصاديا وبناء مشاريع تنموية وزي كده فالحمد الله هي الآن شغاله وشايفينا نحن هو الحمد لله شايفينا الامير محمد بن سلمان دائما بتواجده بزيارات لمصر شايفينا زعيم السيسي بي تواجد في السعودية فالعلاقات من احلى ما يكون اللهم لك الحمد ان شاء الله تستمر والدوم أستاذ فهد الفترة الحالية حددك موجود في مصر قبل كده يعني نقول فترة من قبل وحدك تيجي مصر في الأجازة الأخيرة ديت أو زيارتك الأخيرة ديت قبل كده شايف مصر تتغير شايف مصر الامام شايفها من منظورك بعيد عن انك حددك إعلامي أو صحب شايفها كمواطن سعودي داخل مصر شايف مصر ايه؟ طبعا نحنا أنا أول مرة غيب عن مصر سنتين بفعل كورونا نسأل الله أن الداء هذا يزول عن الأمة ويحفظنا ويحفظ الجميع من شاء الله السنتين كانت صعبة جدا عليا لأنه أنا متعلق بمصر بشكل طبيعي فغيبت سنتين عن مصر فأول ما وصلت مصر ما عرفت مصر بصراحة يعني طورت بشكل مش طبيعي ما شاء الله طرق العاصمة الإدارية المنشآت المشاريع فبصراحة فيه شغل ملموس وواضح قدامنا يعني شايفينه يعني نسأل الله أنه يوفق مصر ويحفظ أهل مصر وأنا أقول للمصريين أصبروا على الرئيس على الرئيس السيسي صدقوني حيتلاقوا إن شاء الله بلدكم من أفضل البلدان العربية علاقة السيس فهد بالمصريين عاملة إزاي؟ تعايش في وسطنا طبعا يعني إحنا قبل ما نتكلم بقى ناسني في اللقاء حدك شايف حتى لهجتك وطريقتك وكلامك ما شاء الله يعني قريب لنا يعني حتى بعض اللي فات كده يا جماعة يقولها إنا زي المصريين بالضبط مصر أول حاجة أنا بس معلومة ممكن ما أدري فيه ناس كتير بيعرفوها طبعا أنا اللي ربطني مصريين يعني يعني جارتنا هي اللي ربطني مصرية ويعني ست فاضلة وبصراحة أنا بمسي أو بصبح عليها من خلال المنبر الإعلامي عندكم وعشان كده أنا بدايت أتعلق بمصر كم مرة دائما أذكر في برامج مصر يعني لها فضل علينا كلنا على العرب جميعا يعني مين علمنا في البداية تمام في المدارس مين علمنا في المساجد من جيراننا مصريين أصدقائنا مصريين لا تنسوا كمان الدراما والسينما في 24 ساعة شغالة فخلاص تعلمنا اللحجة وتعلمنا الأفهات على ذولهم يعني فالحمد لله يعني مصر لا تنسوا كمان إن أنا تعليمي أنا تعلمت أخذت دورات في الإعلام كمان في مصر لي أصدقاء كثير طبعا في الوسط الإعلامي وفي الوسط الرياضي برضو فالحمد لله يعني مصر في الأخير بحبها من جلبي والله علاقتك بالفنانين علاقتك بالرياضيين علاقتك بالوسط هنا يعني شايف حاجتك ما شاء الله يعني ليك تواجد مع كثير من مثلا النادي الأهلي ليك تواجد مع بعض اللاعبين أفشا مثلا محمد شريف شايف صورك معهم هتزعل الزمن كوي علي شايف لا لا وهان شعنا هتزعل الزمن كوي لأنهم أصحابي الأثنين على الفكرة طبعا طبعا لا أنا أقصد أن نحن شفناك في بعض الأماكن معها يعني هي الصورة اللي ظهرت أكتر شيء وانتشرت في السوشال ميديا صورتي مع أفشا ومحمد شريف وطبعا هم أصحابي أخواني وبعتز بصداقتهم لما أنا لكن لا أنا أغفل أو ننسى الجانب الثاني أنا عندي برضوح كابتن حازم إمام صديق عزيز شخصية محترمة جدا 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 يعني عندك الكابتن عبدواحد السيد زميل عندك الكابتن طارق السيد عندك من الجيل كمان متابعة الدور المصري؟ طبعا كيف بالعكس من اللي أخذ الدور السنية المنتخب المنتخب تأثير السكافة المصرية والسينما المصرية في المواطن السعودي أو المواطن العربي على العموم يعني شوف أنا حقيقة كنت هتاب محب هو مصر في الأون الأخيرة غابت نوع عمها عن الدراما الحقيقية اللي نعرفها نحن عن مصر يعني الآن رجعت بفضل المنتجين والكبار الموجودين بفضل وجود طبعا سبحان الله يعني الرجل هذا في كل شيء الأولى مساة يعني الزعيم عبد الفتاح السيسي برضو اجتمع بالفنانين واجتمع بالمنتجين لا ننسى كمان أنه الآن القوة المشتركة اللي عملها معالي المستشار تركيا للشيخ وقع اتفاقية مع الكبار المنتجين هنا وكبار الفنانين صورك مع أفشا ومحمد شريف طبعا هذه المناسبة كانت في حفل عقد قراءة أو كتب كتاب الإعلامية القديرة ياسمين الخطيب وهو زميلي لخطيبها الرجل الأعمال رمضان حسن فكانت من هذه طبعا فنان إدوارد كان هذا كان في العرض الأول لفيلم الإنس والنمس اللي بطولة محمد هنيدي وكانت جاتني دعوة كريمة من الفنان محمود حافظ اللي هو بطل الفيلم وحضرت العرض معهم طبعا وكان لقاء جميل طبعا الحمد لله علاقتي اللهم لك الحمد جميلة وممتازة بالنجوم لأنه أنا سبق وقد ذكرت قبل كده أنه أنا ما صاحب النجوم لأنه هو فنان أو نجم وأنا كإعلامي لا والله يعلم الله أني أنا بحبهم إخواني إخواتي كلهم تفضل هذا العزيز حضرتك لو كلمنا عن الدولة المصرية والدولة السعودية الضغوط طبعا فيه أي دولة نكحة وأي دولة صادة لها أعداء ولها ضغوط خارجية هل حظك شايف أن الضغوط الخارجية اللي بتقع على السعودية هي نفس الضغوط اللي بتقع على مصر أو الوضع المختلفين شوف الضغوط أكتر على مصر أكتر بحكم الإسارة الثورات الأخيرة ضررت كثير مصر لكن الحمد لله جل منقذ على قول أستاذ فهد والحمد لله ربي حفظ البلاد لو لاحظنا حاجة معظم البلدان معظم البلدان وقدامنا يعني واضح كل اللي عملت ثورات للأسف ثوراتها فشلت معادة ما شاء الله مصر ناجحة ثوراتها الأخيرة اللي هي وقوفها هو ربنا بعث لمصر رئيس المنكز الحمد لله رجل محترم رجل محترم رجل اللي خاف الله رجل حاب بلده ومخلص أنا بصراحة عجبني اللي هو أنه عمل كنترول على كل شيء ما شاء الله ترك الله منزل المشاريع بنفسه وميشوف العاصمة الإدارية تعمل طفرة مية طبيعية تحفى يعني بأمانة طب هذك شايف طبعا الشعب المصري في ظهر رئيس عفتاح السيسي دايما وفي كل المواقب هو بيأيد كل تقرارات بفاحته طبعا لأنه هو شايف الرؤية الصحيحة والرؤية الصاكبة لرئيس عفتاح السيسي هذك شايف خروب مصري من النفق بتاع الربيع العربي كان سببه طبعا هو في الأساس رئيس عفتاح السيسي هو شوف أول حاجة أسأل لك أعطيك هو فضل الله سبحانه وتعالى ثانيا وعي الشعب المصري عند وعي ثالثا هو وجود رجل بحكمة الرئيس السيسي وبيخلاصه وربنا أوفقه والحمد لله فين كانت مصر وفين أصبحت خلنا نكون معقائين سببادة لو كلمنا عن ملف كورونا سواء في مصر أو في السعودية وطبعا المملكة اتدارت ملف الكورونا حاصلتا في الموسم الحاج هذك شايف رؤيتك إيه في الملف ده خصوصا أنه طبعا إحنا تأثرنا يعني إحنا عندنا طبعا طبعا ما عندهش العدد بالزبط إحنا عندنا نسبة عمالة مصرية داخل المملكة العربية السعودية النسبة عالية جدا يعني اتأثروا حتى يعني فيه ناس دلوقتي مش عارفة تلك نعم التاران واقف طبعا والدنيا وقفة طبعا الحفاظ طبعا عن المملكة ولها كل التقدير وكل الاحترام في قراراتها ونحن نحترم هذا ونقدر هذا يعني بس إحنا كورونا طبعا داخليا عندكم اتأثرتوا برضو بالوضع زينا كده نحن تأثرنا لكن الحمد لله على نعمة وزير الصحة عندنا عندنا الدكتور توفيق يعني بأمانة في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ولعهده الأمين حربنا كورونا بشكل مطبيع الحمد لله يعني أنفقوا أموال كثيرة الوعي زائما برامج توعبية الاحترازات الصحية مخالفات عملنا حاضر عملنا فنحن من الدول الأوائلة اللي حربنا كورونا الحمد لله كثير بيكلموني من أخواني المصريين انهم متضايقين من قضية الرجوع إلى السعودية طبعا قبل ما يفوتنا موضوع وزير الصحة عندنا طبعا دكتور هالة زايد كل الشكر والتقدير رئيس الوزراء المكتهد طبعا ومعال الدكتور مصطفى مدبولي وسيادة الرئيس كان قائم على الوضع بنفسه ما شاء الله يعني برضو عندنا وزيرة الصحة شعلت نشاط ما شاء الله برضو وانه نتوجه إليها بكل شكل والتقدير باسم كل مصري بصراحة يعني فيه شعوب اتدمرتها فهد بيه فضل الله مصر والسعودية وعندنا ان شاء الله جماعة طبعا هيبقى عندنا على آخر يعني على شهر 11 كده تقريبا هيبقى عندنا خروج أو تجهيز أكثر من 2 أو 3 مليون جرعة مصانع مصرية والنهاردة التجهيز ده كانتشاة الرئيس بالفتح المشهودة مقريب ومعالي وزيرة الصحة لا ان شاء الله احنا الحمد لله والسعودية ومصر فعلا ان شاء الله قدرنا نكتاز هذه النقطة ان شاء الله نحن بس أبو قل لك حاجة نحن طبعا مش لصالحنا نحن نوقف الحج والعمرة مش لصالحنا طبعا اكتصاديا نتكلم لكن نحن قلنا نضحي لسلامة لسلامة الآخرين طبعا فلازم يفهم أخواننا المصريين هنا هم متضجرين وانه أبو أجههم يعني من خلال البرنامج انه يا جماعة لصالحكم الشيء هذا نحن ما نرضى لكم الضرر لا نرضى لكم ولا نرضى لأهلنا يعني برضو فنحن بس نحاول نشوف يعني يعني نقضي على كورونا بنسبة كبيرة نحاول نطعم كل اللي أكتر اللي في السعودية عندنا وحنفتح لبها قريب خلاص ان شاء الله بإذن الله توقع يعني يعني حيعلن ان شاء الله بإذن الله قريب بإذن الله استسفاد على المستوى الشخصي أفضل مكان رحته في مصر مصر كلها جميلة مصر بجد كلها جميلة لا أكتر مكان شد انتباهك يعني حبيته بمعنى صحيحة وانت في السعودية ترقع لهناتين والله أنا مصر كلها لفات يعني حتى قرحت شار مشيق رحت الغرد رحت كلها كلها زرت تماما حتى المنسية رحت رحت الإسماعيلية رحت كلها لكن للأمانة أنا رحت يعني عشان كون صادق تماما أنا رحت يعني زرت قرى في مصر فوجدتهم بسيطين جدا الحياة البسيطة الحياة الريفية فهي أفضل الأماكن بصراحة يعني أنا اللي زرتها إليه الأماكن الريفية هي عمد أن طيبة الإنسان المصري موجودة في كل الأمانة اللي هم الفلاحين تماما فأنا عشت معهم أيام جميلة وأنا يعني أتمنى لهم كل خير وتوفيق إن شاء الله تسفدت يعني تطلعاتك للباكات المصرية السعودية في فترة القادمة إن شاء الله هل في مزيد من التعاون طبعا طبعا وحايد وحايد شاهده بإذن الله بإذن الله يعني أفضل من أول بكثير في ظل والعاهدنا الأمير محمد سلمان اللي هو يعني ما شاء الله تبارك الله الله يحفظه قائم بنفسه على قوة العلاقات يعني بيحاول بقدر المستطاع أنه يقوي العلاقات بين الدول وخاصة مصر فلاحظوا أنتوا لاحظتم إن كان زياراته المتكررة للمصر وكذا فعلى فكرة ترى وزير التجارة بشكل مستمر بيجي للمصر وزير التجارة السعودي الله مصر على النبي وزراء كثير بيجوا للمصر كثير فالعلاقات قوية وحتقوى زيادة وزيادة إن شاء الله في المستقبل هذاك شايف الدور مصر والسعودية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة طبعا هذاك شايف أيه الدور اللي ممكن مصر والسعودية أو هي بيكون بيما نصح قوة مصر هي قوة سعودية والعكس صحيح على فكرة تمام لو سار خلل في مصر فنحن بجانب مصر نفديها بروحا ودمنا نفس الشي لو سعودية ضع مصر حتى أنا متأكد أنه سيصير نفس الشي فالعلاقات يا جماعة علاقات أصبحت أخوية اجتماعية اقتصادية علاقات يعني الحمد لله ما قد سمعت في حياتي أنه فيه اختلافات بين دولتين اللهم لك الحمد يعني تصير اختلافات تمكن نشاهدته بين دولة يعني دول في دول خليج لكن سبحان الله مصر والسعودية ما قد تصار أي خلاف بينهم بعد التفرة اللي احنا شفناها في وجود الأمير محمد بن سلمي محفظه الله لما حضرتك كنت من أفضل القرارات اللي خدها وعادت على الشعب السعودي بالفرحة أو بأن أو كنا محتاجين ده وتعمل نعم إيه أفضل حاجة خدها وخد خطوطها وانتوا قلتوا أو إحنا كان نفسنا كده والله هو شوف كنا بالأمانة يعني خلينا نتكلم براحتي طبعا طبعا الله حوك طبعا هو اقتصاديا يعني الأمير محمد بن سلمان بيبني الدولة يعني هي ما شاء الله إن شاء الله اقتصاديا نحن من أفضل الدول بإذن الله لكن الرجل ما قصر بيحاول بيعمل مشاريع تنموية دائما وعمل مدن وعمل مشاريع اقتصادية في المقال في المقال الاقتصادي اقتصادي نعم اقتصادي نعم ثانيا نحن في جانب كبير نحن بنفتقده يعني كثير أخواننا حتى في مصر أخواننا إنه السعودية هذه منعزلة السعودية ما فيها الانفتاح ما فيها فهو يعني اهتم بجانب الترفيه وكلنا محتاجين للجانب هذا كثير بصراحة نعم يعني سينما نحن ما كان عندنا فتحة السينما حفلات طربيه ما كان عندنا عملات حفلات طربيه مسرح نحن عندنا مسرح سابق لكن مش الاهتمام اللي هو عمل لنا مسرح أشياء كثيرة جانب الترفيه طبعا إحنا لقينا بعض الانتقادات من بعض الكلة يعني هو إزاي بقى فيه سينما في السعودية إزاي بقى فيه ترفيه في السعودية إزاي إزاي يا جماعة إحنا عايزين بس نتفق على حاجة هو كل واحد إحنا مسلمين وكل واحد يعني معتقداته حياته الخاصة ولكن شعب السعودية ما هو زي شعب مصر طبعا إيه يعني أنا حضرتك شايف أن إحنا يعني مثلا شايفين مثلا الكل اللي كان بتنتقد أنا ده أنا مواجه الكلام لكده شايفين أن إحنا مثلا هل ميبقى عندنا ترفيه في المملكة العربة السعودية عندنا سينما عندنا الفن ده جماعة ما هيرسالة حضراتكم إحنا شفنا يعني تواصل الحضرات والتاريخ عن طريق فن فالناس أنا بوجه بس رسالها فهد بيل ليه أنه الناس انتقدت بشدة موضوع أن يبقى فيه في السعودية مثلا ليه بقى فيه ترفيه ليه بقى فيه مسلا سينما ليه بقى فيه درول الفن لا يا جماعة إحنا زي ما يبقى عندنا فيه وزير للثقافة عندنا وزير للرياضة عندنا وزير للدخلية هي نفس المجالات ونفس كل حاجة ولكن يعني من وجهة نظر الشخصية أن هي جات متأخرة شوية ولكن يرفع الكبعة الأمير المحمد بن سلمان بجد خطوة جريئة أو خطوة جميلة أنا بتمنى لكم كل التوفيق طبعا اتفضل ضيف برضا أنا حقول بس حاجة يعني ما علش الناس المنتقدين طبعا فيه ولا ننكر يعني الشيدان وفيه انتقاد وفيه ناس حاربين الشيدان الموضوع وما هو إجباري يعني فيه سينما براحتك أنت تودخل السينما لما تدخل يعني براحتك في الأخير مش إجباري هو المسألة ما تصير السينما في السعودية ولو رحت السينما فأي سينما في مصر صدقني يمكن خمسين في المئة أو أربعين في المئة سعودين عوائل سعودية بتحضر تمام فأنت جبت لهم السينما من الدول برا جبت لهم مياه للسعودية فأنت حافظت على اقتصاد دولتك وما خليت الناس تسافر وحافظت عليهم وما أم يعني فأنا أشوف أن السينما كانت من أول مفروض أنها تدخل جانب ثاني المسرح نفس الشيء عندنا كوادر يعني أنا أعطيك مثال أعطيك مثال عندنا الفنان أنا أصبع عليه عبر البرنامج الفنان الكبير أستاذ أحمد زاهر زميل وأخ وعزيز علي جدا جاء عمل يمكن شفت صوره معايا جاء وعمل ورشة عمل في جدة عن إعداد ممثل دورة إعداد ممثلين دورة كيف إعداد ممثلين تمام؟ حضرها قرابة إنك 45 طالب أو 40 طالب هو بيقول لي استاذ أحمد يقول لي هدول فين كانوا فنحنا بدأنا نطلعهم الآن المواهب دي بتطلع وأضيف لحضرتك حيك الفنان أشرف عمل مسرح السعودية أيوة قا عندكم أشرف عبدالبي أنجح المسارح مصر قا عندكم السعودي يا سلام عليك أضيف لك حاجة عملنا دورات في الموسيقى والله العظيم أنا بنفسي سمعت يعني عز فيه عز فيه بيعزفوا سواء قانون ولا كمنجة ولا حتى أورغ فنانين فنانين أنتوا فين كنتوا فنحنا الآن لما نطلع الترفية وكذا بدأوا الناس دي تطلع اكتشاف مواهب اكتشاف مواهب طبعا وهذا الأهم لن ننسى حاجة مهمة ما ننساها طبعا وبرضه طبعا تذكر ويشكر عليها الملك سلمان وولي عهد والأمير ربو محمد سلمان قيادة المرأة للسيارة هذه فرقة كثير برضو عندنا وانا من المؤيدين لها طبعا ما كانت المرأة عندنا بتسوق السيارة ففتح المجال دا للموضوع فالحمد لله إضافة أن المرأة لها طبعا المرأة أول كان لها برضو حقوقها ولها وضع لكن الآن بدأت تظهر في الساحة أكتر شفناها في البنوك شفناها في الدوائر حكومية شفناها في المطارات ومن أفضل ما شاء الله بينجز وينجاز مش طويل البنت السعودية تتشفنا فيها ما شاء الله حبها للعمل إخلاصها تفانيها للعمل ومن ناحية أنجح اللي بتبرناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله هل دا يعني اعتبر مؤسس السعودية الحديثة بقى الفتاح والمؤسسات الثقافية والعلمية والبحثية والموندن الجديدة حقوقها هو شوف الأمير محمد بن سلمان هو مكمل لأهل سعود مكمل لأخوانه وعمامه فلكن الأمير محمد هو أخذ خطوات أخذ خطوات جريئة جريئة والناس كلها أيدته فيها ونسأل الله أن يوفقه الأمير محمد حكيم في تصرفاته ما زال ما شاء الله في مكتب العمر ففاهم نحن نحتاج جيش وليش نقصنا فهو فاهم تعليمه عالي ما شاء الله فاللي بيصير من واقع خبرات ودراسات عملوها وعنده طبعا الفكرة عنده لجنة استشارية كبيرة الأمير محمد بن سلمان فبيستشيرهم طبعا واستشارات بينهم لا ننسى كمان معالي المستشار أستاذ تركي آل الشيخ نشكره عبر البرنامج هو برضو من طور الترفيه في السعودية ونسأل الله أنه يوفقه ويحفظه لنا شايف الدوري المصري زي إيش معنو مقلنا تركي على الشيخ ما هو بقى تشعب الشيخ يصكر يعني لو خلاص بطر رياضة على فكرة لا لا يرجع تين الدوري المصري الدوري المصري الدوري المصري للأسف تمام للأسف وأنا أتمنى يعني بين الزمالك ولا أهلي دائما نحن نتمنى الفرقة الثانية أمس كانت فيه مباراة جميلة جدا أنا تابعتها من أولا لأخيرا اسموحة والمصري كانت جميلة جميلة جدا طب أنا فين هذول الفرق أنا عاوزين نشوف الفرق دي وعاوزين تنافس الأهلي وتنافس الزمالك محتاجين الفرق دي محتاجين نحن أنا بأكل مرة أهلي زمالك أهلي زمالك لا الواحد يميل يعني الفرق اللي زي المصري واسموحة محتاجين إيه عشان يوصلوا من وجبة نظرك محتاجين دعم دعم مادي محتاجين دعم معنوي يحتاج وزارة الرياضة عندكم توقف معاهم وتدعمهم بلاعبين تدعمهم بمدربين تدعمهم بمنشآت ما ينقصهم شيء أمس النجوم جلسين يلعبون أمس يعني احترافية وانتو يعني بصراحة أنا ظهلت بالمباراة بصراحة كان مباراة جميلة جميلة جدا بصراحة أحمد سامي وكابتن علي ماهر ما شاء الله مدربين محترمين جدا طبعا 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 الدوري السعودي عندكم قوي مشتعل وحاجة جميلة حذرتك طبعا متابعه ازاي أول شيء أنا كنت عضو علاقات عامة في النادي لأهلي ستة سنوات طبعا فأنا أهلاوي فأكتر شيء طبعا متابع لأهلي أكتر شيء لكن طبعا الدوري ما شاء الله طبعا من أحلى ما يكون وفي طل برضو الدعم حكومتنا الرشيدة فالحمد لله الأمور طيبة والدوري من أفضل الدوري على مستوى الوطن العربي طبعا طبعا وشهادة الجميع يعني لا ده ده حقيق أفضل مدربين أفضل اللاعبين عندنا الحمد لله عندنا من أفضل الملاعب ملعب الجوهر اللي في جدة هذا ملعب تتح الملك عبد الله فالمنشآت موجودة والأندية موجودة الحمد لله اللهم رطيبة اللهم صلى على النبي المواهب الرياضية عندكم المواهب الرياضية متازلة الآن في أكاديميات في كل حي في كل حي مدعومة أكاديمية من هيئة الرياضة من وزارة الرياضة عفوا والحمد لله بتلاقي الدعم وبتلاقي ومش ما ومش يعني وما لها شروط يعني إنه أهم شيء يكون ولد حابب إنه يلعب كرة في سن صغير تمام؟ يبدأ من 7 سنوات إلى 14 سنة وبعدين يأخذوا اللي عندي يفاعل عندي الممتازة مهم جدا جدا جماعة دور الأكاديميات والاكتشاف اكتشاف المواهب والمهارات إحنا بجد إحنا عندنا هنا إحنا محتاجين عندنا حد متخصص بجد يعني اكتشاف المواهب زي ما بنشوف في الدول الأخرى مثلا سوس فهدي بقولك بدون قيود يعني إحنا أخش أشوف تدخل في أي مجال بقى أنا ما تكلمش عن رياضة بس بنتكلم في جميع المجالات محتاجين بجد اهتمام بالطفل من بداية نحن نشوف ننمى مهاراته نعم فنية رياضية دينية طبعا كل الطفل بحباك تنمية مهاراته نعم خاصة بالمهوبة اللي هو بيحبها يعني بس معلش فيه ملاحظة ونشكر فيها الكابتن عبدالواحد السيد كابتن نادي الزمالك وكابتن المنتخب المصري حارس المنتخب المصر هو من ضمن عاملية اللجنة في نادي الزمالك باكتشاف المواهب فبيسافر كل فترة بيكتشفهم فاخر مرة كان في سينة على فكرة فبيجيب لعبين من هناك أطفال أو صغار ويجيبهم من نادي الزمالك فأنا حيي عبر البرنامج إنه فكرة جميلة لأنه في الماكن دي يكونوا لعيبة بس ماهما ما عليهم الطو يعني ما حد عرفهم فهما بيروحوا يكتشفوا ما يستنوا إنه اللاعب يجيهم لين عندهم أو إنه عشان أبو فلان أو ما ذاك لا هو بروح بنفسه بينزل بيشوف الأحياء بيشوف دواري الأحياء اللي بتعامك الدورات اللي هي في المدارس بيعود بالنفع على النادي ويعود بالنفع على الدولة نفسها طبعا يعني عندنا ما شاء الله محمد صلاح ربنا يا محمد صلاح فين كانوا آه يعني إحنا محتاجين بقى في مصر كده يجي ألف محمد صلاح أكيد نخرج فصل يا جماعة فاصل ونرجع نكمل لقانتين عزيزي مشاهدين أهلا بكم من جديد كنا بنتكلم في اتشاف المواهب تنمية المهارات للأطفال يعني في مصر والسعودية عايزي أسأل أستاذ فهد الجانب الفني بقى عندنا في مصر طبعا يعني شايف حدك مهتم شوى بالجانب الفني لك علاقتك بالفنانين لك علاقتك بالمجال الفني أنه هو بتتابع أكتر لك أصدقاء في هذا الوسط أبرز الفنانين المصريين اللي هو مؤثر في شخصية الأستاذ فهد من والله أنا كل الفنانين بأحزهم بأحترمهم وبقدرهم يعني وأشجعهم دائما يعني الحمد لله الله ملك الحمد تاريخي في الصحافة من عام 2002 أو 2003 ما جد تجرأت أني كتبت عن أحد بسوق اللهم لك الحمد كله كلامي إيجابي وكله دعم وكله من محب لأني أحب الفن أنا في البداية كنت على فكرة صاحفي رياضي وبعدين اتجهت للصحافة الفنية هذه معلومة يمكن في ناس يعرفوها في ناس لكن الحمد لله وجدت نفسي في الصحافة الفنية أكتر علاقة إلام بالفنانين أكتر وأكتر طبعا طبعا فيه لعيبة ولعبين وأحبابي وأصحابي لكن اللي أثرت فيها أكثر وكان لها فضل ليا بعد الله الفنانة وفا عامر وأنا أشكرها عبر البرنامج هذه الفنانة مسانة غريبة بصراحة يعني في لها قصة معايا في عام 2003 تقريبا و2004 كنت لسه مازلت صغير يعني صحفي مفتدئ أيام المسجل وكاميرا تحميه تفاكرين لسه صغير يعني فحضرت مسرحية لها كانت هي وهو الفنان هشام عبد الحميد وكانت نجمة هي طبعا 2004 برضو وإلى الآن نجمة طبعا وإلى قدام تصير نجمة فنانة وفا عامر من أفضل النجمات المقتلة المهم فأخذت رقمها من زميلي صحفي فني وقلت له أنا نفسي أتشرف أني أعمل لقام على الأستاذ وفا عامر أنا كنت أصلا بحب فنان فقال لي طيب تمام أعطاني الرقم وكل شيء تمام حلو فكلمت أستاذ وفا أنا معك فهد صحفي مجريدة فلانية وكذا قالت لي طبعا عندي عرض مسرحية تعال شرفني وأحضرها هذه أول معاملة اتفاجأت النجمة بتكلمني كذا أنا جيت لقيت نفسي الصف الأول محجوز لي المكان وأنا لسه صغير يعني صحفي مبتدئ قالوا مخلصنا اللقاء دخلت خلف الكواليس تسلم علي بحرارة طبعا أنا مرتبش لسه في ربك لسه مازالة وتقول لي ما لك قلت لأنا أول مرة أعمل مع نجمة كبيرة مثلك وكذا ونحن يعني ما عرف ومرتبش يعني قالت لي أنت على فكرة حتكون من أفضل الصحفين وحيقول لك وضعك وبإذن الله بإذن الله أنت اللي حتساعدني في الحوار مش أنا اللي حساعدك أنت باين عليك ما شاء حطتني كلمات بصراحة يعني رفعت معنوياتي بشكل مطبيعي فأنا بأصبح عليها من خلال البرنامج وقول لها شكرا لك يا أستاذ وفاء أنا الآن اللي وصلت عليه بفضل الله ثم بفضل اللي كنت اللي دعمتيني وهي السبب الحقيقي كان فنانين كثيرين طبعا أصحابي فنان برضو دائما بيسأل عني وبيتواصل معايا فنان محمود حافظ نجم كبير طبعا الفنان نضال الشافعي عزيز جدا علينا الفنانة نادة بسيوني برضو عزيزة جدا عندي برضو من المطربين كمان الله بوصل على النبي الفنانة مي مصطفى مطربة معروفة وعندي شاهناس طبعا برضو عزيزة وغالية وشايماء شريف برضو مطربة فكثير يعني ما نبغى أن نذكر ناس ونخاب لكن كل ربا زعي عدل ما عدل ما هذا لو تكلمنا في حقه عشرات السنين ما نقدر نوفي حقه هذا الزعيم مصلا تاريخ ده تاريخ فعلا ده تاريخ ده يعني أنا أقسم بالله العظيم عبر القناة و عبر البرنامج نفس الرجل هذا أسلم علينا الأمانة والله العظيم رجل 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 يقابل رؤساء دول وزعماء دول رجل زعيم يعني بس أنت أصلا مجرد ما تشوف عدل ما متضحك يعني فاية بس طراحة صح أو لا بتحبه عندكم في السعوداني طبعا طبعا كيف ما زعيم هذا ما الحمد لله والحمد لله أنه عرضت مسرحية واللي هي البودكارد كانت كم سنة واقفة و ونشكر المعالي المستشار الاستاذ تركيا للشيخ هو اللي رجع المسرحية وهو اللي شغلها هو اللي رجع المسرحية وخلاها تعرض عندنا في شاهد فالحمد لله يعني عدك زورت البصر القديمة الأسوان وشوفت جمال المناظر الخلابة والمناظر الجميلة اللي هناك دي والله أنا عشان أكون صادق ما رحت لأسوان لكن أنا رحت طبعا في يوم برضو فيها عشياء رحت طبعا أكيد الأهرامات طبعا ورحت المتاحف كلها طبعا دخلتها إلى مصر لكن لكن للأسف اللي أكثر عصوان ما رحتها لكن طبعا بشوفها دائما في المناظر جميلة جدا ما شاء الله ومصر غنية غنية جدا بالأشياء هذه حضارتها تفوق العلاف السنين يعني هل تكلمين عن السياحة الدينية طبعا السعودية كونة العالم العربي والإسلام وطبعا السياحة يعني ملف السياحة في السعودية السياحة الدينية بالأخص طبعا ولي العهد بيلقى اهتمام كبير من يعني من ولي العهد في الموافد بخصاته إيه تطورات الجديدة في الموافد أكثر دولة ضررت في السياحة الدينية مصر على الفكرة مصر أكثر ناس يحبوا العمر والحج صحيح بأمانة يعني أقول لكم حاجة اكتصاديا اكتصاديا حتى المنطقة المركزية اللي هي حوالين الحرم تأثرت كمان يقول هم المصرين اللي كانوا بيشغلوا فنادق والأماكن ومحل اللبس ومحل الهدايا والسبح ولا شيء هذي تمام فتأثرت كثير المصرين انت مجرد ما تكلم مصري وانت طالع ما أنا أطلع مثلا مع مصرين كثير أو أتكلم معهم أو أعرفه ولا ما أعرفه أقول له ربنا يرزقك بعمره تلاقي على طول الدمعة في عينه يعني الأمانة والله نفسه ومنيةه يعني ممكن يحوش تحبيشة عمر عشان يعمل عمره وشاهدنا كثير وممكن لكم معارف كثير عملوها يعني وتلاقي المسكين يأخذ الراتب حق المعاش ما أدري تمام أو الحقوق أو أنه يعمل جمعية عشان يجي يعمل عمره لكن نحن أنا بقول كلمة وكلمة إن شاء الله تصل لقلوب الناس اللي هي الله مستعاني يعني أنا بزعل منهم كثير اللي هم أصحاب الشركات السياحة إنهم تكون عندهم رحمة وتكون عندهم مصداقية في التعامل يعني حرام ومسكين ومبلغ كبير دافئ وما نعرف كيف جمع وتسلف من هنا وجمع من هنا وحوش من هنا وبعض ذهب مراته من هنا وبعض أعطية ذهبها ويجيك في الأخير ينزلوا معليش في سكن لا يليق بحاج مسلم محترم فأنا أتمنى أنهم يراعوا ربنا في الموضوع وكثير حصلت هنا على فكرة أنا بحاجة حياتك بقد على النقطة ديت يعني بقد يعني حياتك شهادة وقول حق من حضرتك مسلم محترم حبيبا أنك تطرق لنقطة ديت فعلا كتير بيعانوا أن بعض شركات السياحة هنا جماعة وخدمات السياحة ديت بيستهتروا بين أوبر يعني يعني أنا أنا من ضمن الأشياء قبل تقريبا عشرة سنوات أو 12 سنة تقريبا ست كبيرة ماعرف من فين جابت رجمي كلمتني قالت لأستاذ فهب وقال معاكي قالت لأنت صاحفي قالت لأنا جبت رقمك من المصريين أصحابنا وما أدري كيف قالت لأ ممكن تزور أني في مكة إيش في ضيب قالت لأ تعال شوف السكن بالفعل رحت مكة أنا ساكن جدا ورحت مكة السكن معلش بني آدم ما يقبله فبقول لأ مين السبب هل نحن السبب يعني نحن السعودين والسبب قالت لأ أنتو بالعكس كرمتون آخر كرم للأسف من هنا فأنت يعني بس همك تقبض يعني هو ليس وقت حد غريب ده هو وقت حد من قريته يعني من بلده مصري يعني أنت حتى يعني وزي ما حدك قلت هم قليل طبعا عشان لا نضبع الناس هم قليل طبعا هم قليل طبعا لكن الأكثر طبعا ممتازين وسمعتهم طيبة إن شاء الله ونسأل الله أنه يبارك فيهم لكن راح وانت في الخير هذا الضيف ضيف الرحمن فإنت لازم تعتني بيه تهتم بيه رايح لرب العالمين هو فإنت المفروض تهتم بيه يعني فإن شاء الله نوفق الجميع هدك شايف الكوال اقتصادية اللي مصر يعني خلال عشر سنوات اللي فاتت مصر الحمد لله بكادة الرئيسة عفتاح السيسي سوان اقتصاديا أو عسكريا أو اجتماعيا كل المجالات هدك شايف المشروعات اللي عملاقة اللي رئيسة سيعملها في مصر يعني تلك صبارها في الفترة القريبة أم البعيدة نعم كيد واضح لك أصلا أنا أول أقول لك ما جيت مصر على طول نزلت بسط في الخيس تمام ما هذا الجمال يا مصر مصر تغيرت كثير أنا أكسم بالله أضيع الآن في الطرق بسبب المشاريع اللي عملها طب صلوا عن النبي أنا الآن أبغى زور ناس في منطقة في المنوفية أنا رحت زورتها مقبل أربع سنوات الطريق تقريبا ثلاث ساعات الآن الطريق الجديد تقريبا ساعة وربع حاجة زكية صح أم لا السلام السلام عليك طريق جديد عمله الآن عين السخنة الطريق الجديد عمله ما شاء الله فرق الله الطريق الجديد اللي عمله فربط محاوره في حاجة كمان مهمة جدا 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 آخر حاجة عشانا هنقفل بيها طيب هنقفل بيها طبعا وأنا لازم أذكرها لأنه عجبتني جدا في الرئيس بصراحة أنه التواجد ومستمر دائما في المنسبات بيحضر بينزل الشارع بيقابل الناس بتابع بنفسه آخر مرة أنا شفت المنظر مع باعي خضار مرة شفته مع ناس عائلة ركوين متسكل عفوا فالرجل بسيط جدا فعشان كده ربنا حيبارك لكم بوجود الرجل هذا بإذن الله ربنا يحفظه ويحفظ شعب المملكة والقائمين على الحكم المملكة ويحفظ كل حكومتنا وشعبنا في كل المجالات كان صحة أو رياضة أو فن ويوفق يا رب كل الدول إن شاء الله عايز تقول كلمة خيرا والله أنا بس دائما وفي كل برنامج وفي كل لقاء طبعا أشكر الإنسان اللي لها فضل علي بعض الله أمي طبعا هي اللي لها فضل علي أن أنا أكون إعلامي طبعا فمني لها كل التحية وكل التقدير الستة الفاضلة دي اللي تعبت عليها ومننا أيضا كل التقدير والشكر والعرفان لها وتحية لها من البرنامج بتاعنا لأنها كمان يعني قاعدين مع ولدك المحترم ملسوس فهد اللي مشرف مصر كلها ومشرف السعودية مشرف لي طبعا وشرف لي أن أنا تواجد معك أستاذ فهد الشرميني إعلامي قدير أستاذ عبد العزيز من خلال برنامجكم اسم برنامجكم اسم جميل وطن الخير وإن شاء الله بالفعل هو وطن الخير إن شاء الله كنت حلمش من شهادتك الجميلة دي حبيب حبيب هاي سوى حاجة تانية والله إحنا شعيدنا بالمستاذ فهد معنا لقاء ممتع ولقاء جميل وأنا تمنى يكون لنا لقاءات تانية معا إن شاء الله إن شاء الله دايما لما أتكلمك أقول لك اسم غال حبيب حبيبي طبعا شرفتنا ونورتنا وكنت بجد حلقة عدت بسرعة وإن شاء الله كنت خفيف على المشاهدين لا لا إنت وحدك مشرف كيف أنت صاحب البرنامج الله يخليك إن شاء الله على رأس حبيب إحنا بنشكر توجدك معنا بنشكر أستاذ المشاهدين على متابعتكم لينا فاشكر صديقكم سيد عبد العيزي عبد القادر شكركم في حلقة جديدة انتظرونا الثلاثة الجاي الساعة عشرة إن شاء الله وضيف جديد وموضوع مهم انتظرونا كان معكم فهد الشربيني في أمان الله